مرحبا بكم في فيديو جديد إذا أنت حصل واحد في تير عشرة وبغي تحقق المبيعات ديالي بسرعة فهالفيديو ليك معليك غير تكمله من لولة لأخر وما تنسوناش بالدعم ديالكم اللي هي لايك كومونت لتحفيز أول حاجة أخصنا نكون متفقن أن هذا الشيء هادة اللي كنشرح لكم في القناة على هذا الدومين ديال برانت عن ضمن خدام على جميع المنصات ديالتي ما عند الطلب أوكي متفقن على هذه النقطة وده بخصنا نكون متفقن على حاجة واحدة آخرة يعني البحث عن نيتشات اللي هي مربيحة كتكون على حساب الأفينس ولا تراند باش تقدر تجيب المبيعات بسرعة مزيان التراند كيكون في ديك السيمانة إذا تحتاج لشي تراند ناضي را غادي تحقق المبيعات ديالك بكل سهولة أوكي ولكن تراند الغالبية ديال نيتشات دياله كيكون في هالمشاكل ديال كابيرايت سريد مارك فالمبتدئ دائما كيحاول أنه يبعد على هذه المشاكل وما يحمق راسه باش ما يتشاتلوش الكم اوكي مزيان متفق معك أنا غادي ركز معكم على الأفينس باش تقدر تجيب المبيعات بسرعة ولكن ركز معي مزيان غسكم ضروري تطبقوا هاتش هذا اللي كنعطيكم على باقي النيتشات يلا نبدو باللاتي باللاتي إذا أنت تبغي المبيعات في مارش باي أمازون بسرعة سوف تدخل معنا في مامبرشيب اللي كنا في يوتيوب كنعطي فيها طرق العمل خطوة بخطوة بوحد ثمن اللي جد مناسب إذا كنت تستنوا دخل من القناة ديالي ومعنك غير تكليكي على غجوان وهنا غد تختار الجروب اللي باقي واش الفي اي بي ولا القول وإذا بغي تعرف كل جروب شنوفه معنك غير تفرج في الفيديوهاته كما كنعرفوه كينوح الأفينت اللي جاي ديال بايرات اللي هو القراصينة هذا را ما باقيلوش بزاف انت دائما من اللي كتخدم على بعض النيتشات ديال الأفينت خدم عليهم على بكري يا صديقي ما تخدمش حتى يكون قرر لا خدم على بكري شوف الأنواع ديالنيتشات اللي غسك تخدم عليهم جمع شي مسائلية ناضية ونو تخدم على راسك فمليك تخدموا انت ما باقيلوش بزاف راس صعيب أنك تحقق المبيعات ماشي مئة في مئة مئة ما غاديش تحقق المبيعات ولكن راس صعيب اوكي ثاني حاجة اللي كنخدم بها وكنحقق المبيعات بسرعة واللي هي الكراس نيش انت صعب نيش اذا انت جديد معنا في القناة ولا مو بتدع في هذا الدومين انا غادي نشرح لك خفان زربان كل حاجة شنو المعنى دياله عندك الكراس نيش واللي هي كنخلطو نيش مع نيش يعني فكرة كنخلطوها مع فكرة اخرى وهي دا قدر تجيب المبيعات تصديقي اوكي ثاني حاجة واللي هي الصعب نيش لان معنى دياله كنشوفو الانواع دياله نيتش معين اللي غدي تخدم عليه انت اذا بقي ما فهمتش انا راضيش اشرح تلكماتش هذا العديد ديال المرات في القناة ديالي ولكن دا بحالي يركز معايا وغدي تزيد فهم عندنا هنا هاد البيت اللي هو القراصينة اليوم العالمية ديال القراصينة كنعطيكم مثال اخوتي تقدروا انكم تشوفو شيء افنت معين اللي بقي له شهرين شهر وشهر وكتخدموا عليهم زيان فكيفاش نقدرون جبدو افكار اوكي على حسب هاد الكيورد هادا هادا رأى كيورد كبير بزاف طبيعة الحال غادي تلقاوه العديد ديال الاشخاص خدامين عليه ولكن هنا خصك دا عرف كيفاش تخدم وخاك يكون واحد الافنت اللي كبير بحال هالوين كيم بزاف كيقول لك لا ما ما خدمش على الهالوين راك انتا غالط مية في المية لانا راك تضي على راسك بزاف ديال الساز لان انتا كنمشي تشوف غال هالوين هاي دا راك ما كتكتمش بها الطرق ديال السابنيش والكراسنيش وحتى السابنيش والكراسنيش كيالعديد منكم كيخدموا بها ولكن ما كيحقوش المبيعات علاش لانا كيفكرو بناس التفكير انا غادي نكمل معاكم وغادي تفاهمو مزيان عنا هاد البايروس اللي هو الكيورد كبير بزاف كيفاش غادي نبحتو عليه ما بقاتش هاد القضية ديال بروداكتور فورماش باي انازون كيخدمون لا شيء افضايس ولا شيء لعيبة ما بقاتش كاينة فدبا ما عليك تاخد اي كيورد اللي بغي تبحث عليه بحال هذا كوبي وغادي تستعملوا بروداكت تسارش اللي كي يناف مجانا فتول مارش دومنايتر يعني هذا يخلاوه لكم بلا فلوس غادي تدخول وغادي تكتب هنا الكيورد اللي بغي وتختار المركز بلاس اللي بغي تخدم عليه والبروداكت والمسائيل اللي بغي تشارك عندي لكم عرض ناضي كالعادة غادي تدخل من الرابط دياللي في اول تعليق وحطوا هذا الكوبون ديالسولاي في خمسين غادي ناقصو لك في الثامن مره توصل معايا وغادي نعطيكم بعض الهدايا اللي غادي تساعدكم في هال المجال ديال طباعي للطلب وده بركز معايا صديق احنا مليك نبحتو على واحد نيتش معين دائما كتكون في بالي باللي ديالنيتش الناس غادي تجي تبحث عليه ما كنخدمش عشوائي هادي اول حاجة هاعلش هذا ما كيحققش المبيعات وهذا اول حاجة انا ديالنيتش الناس غادي بحثو عليه هادي قصة تكون تعارف باللي الناس غادي بحثو على ديك الفكرة مليك نحطو احنا يا الكيورد ديالنا في هات ساش بروداكت واللي خلوها لكم فاب وراخوتي يخصكم اعتمدوا عليها واللي هي ناضية بزاف للناس المبتدئين انك مليك ادهبط هنا كتلقب اللي السابنيش هات هادو السابنيش هاتو كل حاجة السابنيش فمليك تكليكي هنا يا اوبن ان مارش باي امازون كي ياخدك على هاتي الفكرة هاتي على هاتي الفكرة وكد نتكد تحاول انك تخرج شي فكرة معينة وتخدم عليها مليك تبالك ان البسار ناقص اه شي مسائل حالي ده هاتي شي ده كمان شرحتو لكم فمليك تكون تتعرف باللي الاشخاص كي يبيحتو على الفكرة فمزيان اني نخدم عليها وهنا غادي نحاول اني نخدم بشي طرق ديال الكرس نيش السابنيش فاول حاجة غادي نكليكي هنا يعني مثلا غادي نخلي هنا الماركت بلس ديالنا البروداكت تيشيرت مراهب ماش باي امازون سيرش وغادي ياخدنا اوتوماتيك مو امازون وغادي نشوف وشنو كاين على حساب هات الكيورد اللي كتبنا وغادي طلع لك المنافسة ديما كتلاحظو الفاين منافسة وراء طبعا راء غادي قدر يكون اكتر واكتر واكتر امازون مع عمر ما غادي طلع لك بالضبط ديما كتطلع لك واحد نسبة وانتسر بحتي على راسك فدبا طبعا غادي طلع للمنافسة كبيرة لان هاد الكيورد ده داره كبير بزاف دبا انا ولا انت غادي مشي تخدم على هاد الافانت عندك ما تكتب هاد الكيورد ديال بايرتس في البيتسايتل ولا في البراند ولا في البراند فاكيد غادي طلع غادي تحسب من هاد الناس ديال المنافسة اوكي فاي فكرة غادي تكون فهناك تقدر تخرج افكار مزيانة اوكي مزيانة بزاف كدهبط وكدشوف عندك هادو كاملين نيويس تلاحظ معايا فوقاش تحطوه يعني البيتسار ديالو اه البيتسار باش كنعرفو انها تي شورد كي يتباع ولا لا فما كيش انا فاذا طلع لك انا عرف باللي تي شورد ما كيتباش يعني اذا ببزاف غادي قول هادا را ما غاديش نخدم عليه لانه ما كيباش عكس انك مش يتخدم عليه وانتظر رزقك حتى يبدا يتباع ويبدا يطلع عنها في بيسارة في سور مرش دوم رايتار عادي نبدأوا نقولوا اه خسارة طلع علي هاد نيتش ما خدمت عليه فاذا مشينا نشوفو هاد الفكرة هادى را واعره وخد من عليها بزاف ديال اشخاص ماشي غير مع بايروس را خد من عليها بعدي ديال الافكار هادى را كيتسمى نوع ديال كراس نيش وكراس نيش نادي بزاف لانه هو خدم على البايروس كذلك مع هادى العبارة هادى وثالث حاجة واللي هي الهالوين يعني شوف معي اش حال ديال هادا الكي وورد المهم ما عليناه بزاف منكم غادي حاولوا انهم يخدموا بحال ايدا كيتانسبيرا وكيشوفوا بحال ايدا وهيدا 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 وكيتانسبيرا مع راسهم را هادوا افكار عديدة هادا نيتش وهذا نيتش وهذا نيتش وكتحاول انك تخرج تخرج بشي سايل ديزاين واعر يا اما بالاي اي كيما شاركت معكم يا اما تشاركو في كرياتيف فابريك اللي خليتلكم لها في اول تعليق كذلك فكيم بزاف ديال الطرق اوكي مزيان هانتو ما بهالفانتيج هادى هادى سهل وايزي جدا دابا غادي نعطيكم ميتود مزيانة كفكر بهالطريقة هادي فا كيفاش نقدر انني نكراس نيش هادى الفكرة مع شي حاجة اللي فغاموا الناس غادي يبغيوها يقدرو انهم يشريوها الحال كيما كتلاحظ هادا كيتسمى فكرة ديال كراس نيش كذلك اللي هي انا نخلطنا واحد نيش مع النيش شنو هو يعني هاد نيش ديال بايرس اللي هو اللي هو رئيسي غادي نخدمو عليه باش نهرسوه ونهرسو المنافسة قدر انهو يخلطوه مع اه الانيمل ديال الكات مزيان ولكن الكات راحته هو اه نيش كبير بزاف فانا غادي نحاول نزيد نهرس وغادي نخرج فكرة ناضية بزاف واللي هي انني نكراس نيش هاد الفكرة مع البانانا مع الفريد اوكي مع الفريد شوف انتشي فريد واحد اخر انواع واحدة اخرى كين افكار عديدة اذا بقتوك اتفكروا بهاد الطريقة اللي كنعطيكم ارا غادي تحقوا المبيعات ديالكم اخوتي رانجربتها في واحد الاكاونت وماشي مزيان الحمدلله اوكي فا اه بزاف منكم غادي بغي يطلب اه البرومس ديال هاد ديزاين ها هو خوتي خدواه وستعملوه مع راسكم او خدواه وستعملوه مزيان فلاحظوا معي هذا تقدر انك تاخدو وتخدم عليه بطريقة احترافية من اللي كان تريشارجي هاد ديزاين لان اعجبني هاد ديزاين مثلا تريشارجيته هنا ضروري عليكم من اللي تستعملوا الدكالي استناعي دعالي ومالكواليتي اخوتي ضروري هاد يركزوا عليها وطبع الرا ضروري علينا كذلك ما نقوموا بالايزالة الخلفية لانها هي اهم حاجة باش كي يجي ناضي واضح في تي شيرت ديزاين بحالة الطريقة هادي بحال هيدا وبحال هيدا وبحال هيدا هادو كاملين هاد هاد ديزاين كيكون مزيلا بأل جي وبدون خلفية باش كي يجيك في تي شيرت ديزاين ناضي ودابا الاخوان خصنا ضروري نقوموا بتصميم تي شيرت يعني نشوفوا كيفاش نديزاينيو عن طريق الدكالي استناعي انا رضيج اشرح لكم كل شي في القناة ما كيش ايش كان نعودوا معكم خفان زربا يعني الاشخاص اللي جاوشتاد اللي كدوا هدي ف كنتي نشترجي والديزاين معين عجبني هادا فانتم ما عارفين باللي الاي اي راي قدر يعطيكم افكار عديدة وكتر اوكي فانا اخذت هادا مزيلا يعني قدرعطيكم متر غديمشي واستعملوا هاد موقع ديال كليب دروب لاحظ معي كليب دروب هادا فهب زاف ديال تولز يعني تقدر تستعمل هاد لعيب هاد لعيب هاد لعيب انا ما استعملتم الصراحة ما كان عرشنوا الادوار دياله انا اللي كانعرف عنا هاد ريمو باكراوند وعندنا هاد ايماج اب سكايل لا علاقة صراحة ما عجبتنيش انا انا يا ريموف باكراوند مزيانة قد قوم لك بالازالة الخلفيه فابر وانتم مدرعي صحب الفابر يعني رك يعجبوهم الحاجة فابر غدي تكليكي مع هاد الشكل هادا هنا يا غدي تاب لودي ديال يتيشارج هنا من الملمة لا يواها فيها قد كليكي هنا يا صافي قد ابلودي ديال لي بغين تب سهولة ها هو ريموف باكراوند كانت انصدر حتى يقوم لك بالازالة الخلفية ما كيش اشكالا صديقي. فكما قلت لكم هانتوما جواعر كتير يشارجان من هنا. كما قلت لكم ضروري علينا منعليهم الكواليتي. اذا كنا نستعملوا واحد الموقع ديال الاس في جي كونفرتر ليو هذا. ركزوا معي. ليو هذا اخوتي. باش نرجعوا زعمال الديزاين ديالنا الى شكل اس في جي باش نتحكموا عليه في ادو بلستاتور. فلازم علينا اننا نعليهم الكواليتي. ولكن اذا كنا عادي نستعملوا هات الموقع ديال اللي كان فابر وده بحاليا اصباح بالفلوس. فهدك ما كيش اشكال يعني تقوم بالازل الخلفية وصير بحالك نيشن. وكي هاتك شي حاجة جواعرة وقد عدل عليها في ادو بستاتور بكل سهولة. الشيرك كنضون الشارشي مية الدنة بحال ايضا. اوكي? مزيد. المهم احنا غادي نكملوا المسائل ديالنا كاملة غادي تكون اا يعني ما كيش بالفلوس ولا هاتي. انا غاير كان نعطينا الاصحاب ديالي اللي كتبغي اصلا دي ام في ستي ما عنداش اشكال. لانا عنا في القناة كل واحد شنو باغي. غادي نحاول انا انتشارجي والديزاين ديالنا بدون خلفية. غادي نستعملو دي جي بي بوال لول. هاد الموقع ناضي بزاف. غادي امشيون الاي اي 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 اماج اب سكايلر. كليكي ليا. وهنايا غادي ابلودي ديك الديزاين. قمنا بالازالة الخلفية. اوكي. كنفيلتري بحاله اي ده. حاله اي ده. وقد انتظر. هاد الموقع. كتكليكي هنايا. على حسب الوقت اللي اعاطيك. هاد النوباتي اعطينا شي ساعة وشي حاجة. بعملتك يعطي اقل. انا الدور ديال هاد الموقع صراحة فين تعتمد على بزاف. هو انك كت ابلودي. اه يعني كتلشارجي بزاف ديال ستايل ديزاين عادي. دباس راح ده عشر عشرين ثلاثين وكتعطاه هو يحاول انه يعلي لكم الكواليتي. كتفي بي سي ديالك مورا كتلشارجي مورا غادي مشون هاد الموقع ديال. انا غادي نصادر حتى يكمل. ومورا نكمل لكم الشرح. ودابا كما كتلاحظو اه يعني انتهت المدة اللي اعطاونا. ديالك ساعة وشي حاجة. فهنا اه غادي اه غادي اه كتلشارجي باش نتلشارجي والديزاين ديالنا. طبعا من اللي كتدخل الموقع كتلكي هنا او كتلقى المسائل ديالك كاملة هنا يعني ايزي. صافي مليك التلشارجي. آآ غادي نستعملوا هاد الموقع ديال الاس في جي كونفرتر. كد ابلودي ديزاين ديالك مورا كتلكي الى فيكتورايزر. ضروري ما تكشي هاد العبا ديال الاس في جي لان هاد شي هادة كام الخدامين على الحساب ايس في جي. اوكي. فكما كتلاحظوها هو الديزاين ديالنا المسائل. هنا غادي نكليكي على ودابا غادي نفتحوها في آآ ادو بالساطور اللي عنا فبسي. لاحظ معايا. هايتا. وغادي نكمل معكم آآ الخطوات كاملة. يعني نفغي موشي حاجة اللي ايزي. ايزي جدا. فمليكي تفتح معنا لها الشكل هادة. كان مسحود اللي بادي هنا يا. كان السيليكسيوني والديزاين ديالنا كامل موراها بالضعوات بصوري ديالك آسوسي اللي هي اون جروب. باش كتقدر انك تجمعه كامل وكتتحكم فيه بكل سهولة. دابا ما عليك تكليكي في الكلافي ديالك على شيفت. وغادي تتحكم في ديزاين كما بغي. اذا عندك شي عبارة اللي هي ناضية تزيد على ديزاين ديالك. اوكي? فطبعا احنا يخصنا نخدمه على المقاصات اللي اعطينا اه مارش بالامازون اللي هي اربع الف خمسمية خمسة الف واربعمية عقلو لها. وغادي يمشون هنا يا غادي نفتحوا شي باش جديدة بهذا المقاصات. اوكي? اه هي هنا يا اه بيكسلز. فهيدا. وعنا هنا يا غادي نختاره. اوكي? غادي بهذا الطريقة هاته. مره كنترول جوج. غادي نمشون هنا. غادي نحاولو اننا نجبدو هذا الديزاين ديالك اللي ختمنا عليه. ودخله في هات المقاصات ديالك اللي او ديالك 4500-4400. هادي غادي نمسحوها. وهو الديزاين ديالك نحن بهذا. زيت كبرو منزي. انا بغي تغير شي كولور كدغيره بهذا البريس اذا ما كيش اشكل. نهائيا. فدبا كنترول تقوم بتقريبه التقريب مساحة البركترون تقريبه التقريب و هذا سوف يتركبه التقريب التقريب و يتركبه في المواقع عند الطلب أتمنى أن أجدكم هذا الفيديو لأنني أشرح لكم كل شيء من A-Z لا سوف يكون لك شيء نهائي إذا تأتي ونطلق لكم فيديو الجديد إذا أنت تريد المبيعات في مارش باي أمازون بسرعة لا تدخل معنا في مامبرشيب لكينا في يوتوب أن أعطي فيها طرق العمل خطوة بخطوة بوحد ثمن الذي يجد مناسب إذا كنت تستطيعون تدخل من القناة و لا تقليق على رجوان و هنا سوف تختار الجروب الذي يريد ما هو الـ VIP أو الـ Gold و هذا سوف تتعرف كل جروب ما فيه لا تقليق في هذا الفيديو